كلنا طبعا بنحب الأرود كائنات لطيفة بتتميز أن هي بتقلد حرقات الإنسان كبار وصغار بنحب نتفرج عليهم ولكن هل ممكن تتخيلوا في يوم من الأيام أن الكائنات اللطيفة دي ممكن تؤدي بينا إلى جائحة جديدة مثل جائحة كورونا وترجعنا تاني لأيام الرعب والهلع اللي حصد فيه عام 2000 أنا جاي أكلمكم النهاردة على جدري الأرود في فيديو النهاردة إن شاء الله أكلمكم على إيه هو جدري الأرود إيه سبب أصلا وجود مرض جدري الأرود ما هي طرق الإصابة بجدري الأرود الأعراض بتاعته إيه بالزبط في فترة الحضانة منذ بدء الإصابة بالمرض لحد ظهور الأعراض إيه هي الأثار الجانبية ليه وإزاي كمان بيتم تشخيصه وما هي الطرق على جدري الأرود جدري الأرود ده مرض فيروسي يعني اللي بيسببه أبارة عن فيروس مش بكتيريا والفيروس المسبب له بينتمي لعائلة اسمها بوكسفردي الفيروس ده مش حديث الفيروس ده تب اكتشافه عام 1958 لما كانوا جابين مجموعة من الأرود عشان يجروا عليها أبحاث وجدوا أن الأرود دي بدأت تظهر فيها بعض الأعراض تشبه أعراض الجدري فبالتالي سموها جدري الأرود وفقا للسجلات بقى الطبية فإن أول حالة تم تسجيلها للإصابة بجدري الأرود من البشر ظهرت عام 1970 في جمهورية الكونجو والكونجو زي ما أنتم عارفين كان اسمها قبل كده زئير أول حالة بقى تم تسجيلها للإصابة من البشر كانت في المناطق الغربية والوسطى من قارة أفريقيا وبعد كده بدأ المرض ينتشر في أفريقيا وبدأ يتعرف بعد كده لما بدأت تظهر حالات عام 2022 كان الأول إنشار جدري الأرود محصول بس بشكل أساسي في قارة أفريقيا ولكن سنة 2022 بدأ يظهر تفشي لهذا الفيروس خارج أفريقيا الأول مرة في التاريخ وده طبعا نتيجة لصفر الناس من أفريقيا إلى الخارج أو حتى إنهما يبدأوا يسطروا حيونات من قارة أفريقيا إلى الخارج وتكون حاملة للفيروس وبدأت تظهر بعض الحالات في بعض الدول الأوروبية وكمان في أمريكا طيب جدري الأرود ده بقى بيجي عن طريق إيه؟ طبعا زي ما احنا ذكرنا إن السبب الأساسي لجدري الأرود هو فيروس الفيروس ده اسمه Monkey Box Virus يعني فيروس جدري الأرود وكمان معروف باسم Ortho Box Virus والMonkey Box Virus ده بينتمي إلى العائلة اسمها Box Verde فيه أنواع من جدري الأرود أو من فيروسات جدري الأرود فيه نوعين النوع الأول اسمه Virus Goodre الأرود الوسطة أفريقيا أو Virus Goodre الأرود Klaid 1 أو Hud Konko الفيروس ده بقى مشكلته إنه هو الأشد فتكا من النوعين بتوع جدري الأرود السريع في الانتقال وفي التفشي وكمان أعراضه أشد قوة وكمان نسبة الوفيات بين المصابين قد تصل إلى 10% أما بالنسبة لي النوع الثاني من جدري الأرود فبيسمى فيروس جدري الأرود الغرب الأفريقي أو Virus Goodre الأرود Klaid 2 وده الأعراض بتاعته بتكون أقل شدة أو أقل ضراوة وكمان أصار الجانبية أقل وكمان نسبة الوفيات فيه قد تصل إلى 1% لذلك فKlaid 2 بيعتبر أقل شراسة وضراوة من Klaid 1 ما هي طرق الإصابة بجدري الأرود؟ جدري الأرود بينتقل من الحيوان الإنسان أو من إنسان إلى إنسان تاني يعني لو مثلا الفيروس ده جيه لقوارد أو سديات زي الأرود بمجرد التعامل معاها أو كمان مع السوئل بتاعة الجسم بيبدأ ينتقل للبشر وبعد كده بيبدأ ينتقل من شخص مصاب إلى شخص سليم وطبعا بمجرد ما شخص سليم لمس شخص مصاب أو لمس سوئل الجسم بتاعة شخص مصاب سواء إن كان رزاز أو عرق أو حتى لو حد مصاب يعني إبقى سحد سليم هيبدأ ينقل له الفيروس كمان لو فيه أم حامل لا قدر الله بتبدأ تنقل الفيروس ده إلى الجنين بتاعها وليه الطفل بتاعها كمان خلي بالنا إن لو مثلا شخص مصاب لمس حاجة وبعد كده شخص سليم لمس الحاجة دي فيبدأ يتنقل له برضو الفيروس يعني مش بس إن الشخص السليم بلمس شخص مصاب لا لو لمس أي حاجة لمسها الشخص المصاب دستوى إن كان ملابس أو أدوات فيبدأ يصاب بهذا الفيروس كمان إفرزات الجهاز التنفسي يعني عن طريق النفذ بيبتدي ننتقل كمان زي بنا ذكرت قبل كده التقبيل والعناق كمان لو فيه حيوانات مصابة لمسناها أو الحيوانات المصابة دي خدشتنا أو عضتنا أو حتى لمسنا لحوم حيوانات مصابة أو حتى عند تناول لحم مصاب بدون طهيه جيدا لإنت ممكن تشتري لحوم ما تكونش عارف إن الحيوان دي كان مصاب بفيروس جدري الأرود وبدأت طهيه الطعام وما طهيتوش قويس جدا ممكن تصاب بالفيروس مدة حضانة الفيروس هي من ثلاثة أيام حتى أسبوعين بعد كده بتبدأ تظهر الأعراض والأعراض دي بتستمر من أسبوعين لحد أربع أسبوع نخلي بنا إن الشخص دي ما بيبقاش معدي أثناء فترة حضانة الفيروس ولكن بيصبح معدي بعد ما يبدأ تظهر الأعراض خصوصا زهور الطفح الجلدي والبثور بعد الحمى يعني البثور والطفح الجلدي دي بتظهر بعد إصابة الحالة بالحمى طيب الأعراض دي إيه هي؟ زي ما احنا ذكرنا طبعا بتظهر الحمى بيتبحى طبعا البثور والطفح الجلدي ودي بتكون الحاجات اللي بتسبب لنا العدوى كمان بيبدأ يحصل طورم في الغدد اللينفوية صدع وإجهاد وآلام في الظهر والعضلات طبعا بما إني فيه هم فبتبدأ الحالة بتشعر بالقشعريرة مع عرق وغسيام السعال وآلام الحلق ده وإنسداد الأنف طبعا السعال وإنسداد الأنف والأفرزات اللي بتخرج من الأنف والنفس دي طبعا بتسبب العدوى كمان زي ما احنا ذكرنا البصور والتقيحات والجلد الميت نتيجة أن البصور دي بتنشف بعد كده بتبدأ لتصغط طبعا ده بيسبب العدوى طبعا زي ما احنا ذكرنا أن الطفح الجلدي والبصور بتظهر بعد إصابة المريض بالحمى من يوم لتلات أيام وبتبدأ تظهر في الأول على الوش وباكات انتشر على الإيدين والرجلين وباقي الجسم نخلي بالنا من حاجة مهمة جدا أن الفيروس بيفضل حي على الأسطح من يومين إلى تلات أيام يعني الملابس أو الأدوات أو حتى لوحة مريضة لمسة كرسي أو طاولة وإحنا لمسناها بعدها نخلي بالنا أن الفيروس بيكون حي على هذه الأسطح لمدة يومين إلى تلات أيام فزيك طبعا يجب التعقيم والتطهير للمكان وكمان يفضل طبعا عزل المريض ومنلمسش أي حاجة خاصة بيه ده طبعا عشان نتجنب أن احنا نصاب أو ننشر العدوى في المكان المضاعفات أو الأثار الجانبية للإصابة بجدر الإرود طبعا بيسيب ندبات في الوجه والقدمين والأماكن التي تم فيها ظهور البصور والتقارحات كمان ممكن يحصل إصابة بعدوة سنوية زي الالتهاب الرأوي وده ممكن يسبب مشكلة في التنفس الالتهاب في العين القرنية ممكن يسبب فقد في البصر لقدر الله كمان ممكن يحصل الالتهاب في المخ هذه الحالات طبعا ممكن يحصل لقدر الله وفاة الوقاية بقى إزاي نقل نفسنا من جدر الإرود طبعا لو في شخص مصاب لازم نبدأ عنه وبنعزل المصاب أي حاجة لمسها بتبدأ نعقمها ولو نقدر كمان نتخلص منها طبعا ده يفضل نتجنب إن احنا منلمس حيوانات مصابة أو منلمس أشخاص مصابين أو مستلزماتهم زي ما احنا ذكرنا من هذا المصابين بعيد نقصل إيدينا كويس جدا طبعا لازم نطهو الحوم كويس جدا أو أكل كويس جدا كمان ما ننساش إن احنا يعني نلبس كمامة لازم نخلي معنا دايما مطهورات لازم نستخدم الصبون والماء دايما في غسل إيدينا وتطهير أي حاجة إحنا بنستخدمها كمان لو إحنا نقدر له حسينا بأي أعراض زي ارتفاع درجة الحرارة ألم في الحل ووجدنا إن فيه أعراض بدأت تظهر لقدر له يعني للإصابة بمرض جدري الأرود لازم نتجه بسرعة إلى مستشفى الحميات عشان نبدأ يعني نكشف ونشوف لقدر الله لو فيه إصابة دي لحد شخص بدري بدري بحيث إن احنا برضو نبدأ فيه العلاج طيب التشخيص بقى بيكون إزاي التشخيص طبعا بيكون عن طريق الكشف يعني الدكتور بيكشف وبيشوف الأعراض الموجودة البصور اللي ظهرته وكلام ده كله وفيه تحليل إحنا ممكن نعملها أو الطبيب بيطلبها عشان يتأكد من وجود الأجسام المضادة اللي أنتجها الجسم للونكي بوكس فيروس زي البسي آر والليزا والوسترن بلاط طيب إزاي بقى بيعالجوا جدري الأرود وفي الحقيقة لحد دلوقتي مفيش علاج جزري لجدري الأرود ولكن طبعا هما في بعض الحالات بيستخدموا معاها الأدوية اللي بيستخدمها في حالات لصوب الجدر العادية كمان لازم يده للمريد بعض الأدوية ومضادات الحيوية عشان يمنعوا العدوى السنوية عشان كمان يحموا المريد من المشاكل الممكن تحصل بعد كده زي اللي قدر له مثلا التهاب الرأوي أو التهاب القرونية كمان بيبدأوا يده للمريد بعض الحاجات عشان يعالجوا الجفاف اللي ممكن يحصل مع الحمى وارتفاع درية الحرارة بالإضافة لبعض الأدوية اللي ممكن تساعد على تقوية مناعة المريد والنهاية حابة أذكركم أن الوقاية خير من العلاج يعني لو بدأت نستخدم الكمامة مع بعض المطهرات زي ما كنا بنعمل أيام كورونا وحاولنا أنه يبقى فيه تباعد وعدم التلامس أكيد هيفرق معانا جدا وربنا يحفظكم من كل سوء لو أنتم عايزين تعرفوا معلمات أكتر عن الصحة العامة والتغذية كمان لو أنتم حابين تتعلموا أكتر عن صناعة مستحضرات التجميل والتجميل الغير جراحي وما تنسو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر